اشتركوا في القناة يعني مرور وقت لا بأس بها على الصدمة النفسية بحيث يعيد برمجة دماغه على المرحلة التي عانى فيها وعلى الإحساس بنفس الشعور والإحساس الذي عانى فيه في لحظتها فالأمر أكيد يكون صعب لتفادي هذا ولتجاوز ذلك بالفعل رجوع التلاميذ إلى الأقسام وإلى الحياة المدرسية العادية هو أمر جيد ويمكن أن يساعدهم بشكل جدي أكثر لتجاوز المرحلة يعني القرار والقرارات التي أعلن عنها صاحب الجلالة من إعادة الإعمار ومساعدة مالية مباشرة كل هذه الأمور تساعد بشكل ما من تخفيف عن معاناتهم وإعطاء فكرة أن الحياة يمكن أن ترجع إلى مصاريها الصحيح والطبيعي الذي كان قبل الكارثة هذه أمور تطمئن وتطمئن بشكل أكبر ما يمكن أن نوجه إليه الأطور التربوية والهيئة التدريسية هو أن لا نتعامل بموضوع الشفقة مع هؤلاء الضحايا الكارثة بل أن نتعامل معهم بشكل عادي وأن نحاول ما أمكن أن لا نجعل حديثنا وحديث الساعة فقط يعني من باب المساعدة النفسية ومن باب تجاوز المرحلة أن لا نبقى واقفين على موضوع الزلزال ومخلفاته وأضراره وضحاياه نتجاوز الموضوع ونتعامل معهم بشكل طبيعي ربما سيساعدهم أكثر على التجاوز نشرح لهم نشعرهم بأن الأمر طبيعي وأن الكارثة هي كارثة طبيعية يمكن أن يفهموا الزلزال بأنه ليس عقاب وإنما هو يعني ظاهرة طبيعية يمكن أن تحدث في كل مكان وفي كل زمان وأن نعلمهم كيف يمكن أن يتعاملوا معها وهكذا يمكن أن تمشي الأمور بشكل إيجابي ويمكن أن نتغلب بالفعل عن هذا الضغط النفسي الرهيب إلا أنه إذا كنا نتحدث عن حالات التي تعاني من أعراض نفسية كنوبات البكاء كأعراض جسدية صعبة مثل إحساس بالضوخة أو بالألم في الماعدة أو بالغثيان الدائم بالغياب الكل للنوم غياب شهية الأكل هناك أعراض مرضية هنا وجب بالفعل أن نعرضها أو نعرضها على الأطباء النفسانيين والأخصائي النفسانيين ومعالجين النفسانيين لكي يعرفوا كيف يمكن أن يتعاملوا معها لأن هنا لا نكون فقط نقتصر على الدعم النفسي والتوجيهات النفسية التي يمكن أن نعتمدها بل نسل بالفعل إلى أنه من الضروري جدا أن تكون مصاحبة ومتابعة نفسية في هذا الصدد